بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في فرنسا تقدر تقول في زلزال ماشي في تسنامي ماشي في كوارث ماشي في اضطرابات سياسية كبيرة جدا في فرنسا وهذا الامر خلى ماكرون انه هو يعني يفك البرلمان يحل البرلمان ويطلب عملية انتخابات جديدة لبرلمان جديد في الوقت اللي هو اتهزم فيه في البرلمان الاوروبي واليمين المتطرف صحقوا صحق جمدة في البرلمان الاوروبي طبعا اكثرنا الوقت هيشمت في ماكرون بس انا عايز اقول لك يا ابو الشباب لازم تعرف الصورة كاملة لانه زي ما هتشمت في ماكرون الموضوع ده ممكن ينعكس على حرب عالمية وممكن ينعكس على ان المخطط الامريكي ينجح وانا قنعتي ان اللي بيحصل ده في فرنسا هو وراه لعب المخابرات الامريكية زي ما حصل في اسبانيا وزي ما حصل في المانيا بس تلمت بسرعة وزي ما حصل في النمسا النسخة متكررة تقريبا ايه هو اللي حصل في فرنسا ووجه التشابه والتطابق في الموضوع ده وابعاد الموضوع ده واهم حاجة الاسباب الخفية للموضوع ده ده اللي هنقشه مع بعض في الفيديو فركز معايا وغيلك بعد الفاصل لما بنسى حاجة او بحاول ان انا اضيف توضيح نسيته في الفيديو وبحطه في تعليق مثبت اسفل الفيديو فلو سمحت لو وجدت تعليق مثبت اسفل الفيديو فقرأه للاضاح وجزاكم الله خيرا ماذا حدث ويحدث في فرنسا اللي بيحصل في فرنسا اول اللي حاصل الوقت هو شاب صغير اسمه باغدلة وهذا يابو الابطال يعني اعتقد لو مشي على نفس المنولدة هيطيح بمكرون في المستقبل القريب والولد لما انت تيجي تشوفه كده يعني سنه صغير ده رقم واحد رقم اتنين ما عندوش اي ميزة خالص ازاي ما عندوش اي ميزة يعني لهو ناجح في الدراسة بتاعته وكان بيدرس جغرافيا وبعد كده سابق جغرافيا وتفرغ لي السياسة وبعدين من اسرة فقيرة ومن احياء فقيرة واحد يقول لي هو الفقر عيب اقولك لا الفقر مش عيب بس الفقر عند الناس ديك ما يوصلهمش لمراتب صعبة زي كده اللي يصل لمراتب صعبة زي كده لازم يكون واحد عنده فلوس ويصرف وكذا الاخ ويدفع رشاوي ويدفع رشاوي للشخصيات الكبيرة وكده عشان يقدر يوصل انما ده يعني هو واحد من الاحياء الفقيرة يعني ما يقدرش يصرف على حاجة زي كده فلا هو عنده مؤهل ولا عنده زكاء ولا عنده فلوس ولا عنده اي مميزات وسنه صغير طيب هو العيب في السن الصغير كمان اقولك لا ما هو لو سنه كبير نقول انه هو عنده خبرات واستعمل الخبرات بتاعته وطول الوقت يعني لما يكون سنه مثلا اربعين خمسين سنة نقول انه هو كان بيبني علاقات وانه قدر يقنع ناس وانه 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 فطبعا دي كمان حاجة ما قدرشي او بالاحرى محققهاش فانت لما تيجي تتأمل هذا الشاب يفكرك بالشاب اللي هو كان بيطارد المستشارة الالمانية اللي هي أبل شولتز اللي هو الشاب ده كاد انه هو يطيح بالمستشارة الالمانية في هذا الوقت اللي هي مريكل ويفكرك بالولا كمان اللي في النمسا اعتقد اسمه سباستيان او هكذا برضو كان يعني عامل اعتقد كان بيشتغل في قطاع السباكة او عنده فان او حاجة زي كده يعني كان عامل انا مش طبعا بعيب على المهن دي انما انا اقصد اقولك انه هو امكانياته الثقافية وامكانياته التعليمية لا تؤهله انه هو يوصل لمراتب صعبة في عالم السياسة زي اللي وصل له كده ده يعني هو ده وجه المقارنة فخلاصة المسألة ان الولد ده بيذكرك بهؤلاء القوم وهذا الولد باختصار ربما او هم امريكا وراها على الارجح طيب ليه امريكا وراها على الارجح ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا ما هو الان امريكا عندها مشكلة اساسية في اوروبا ايه هي المشكلة هذه هي فرنسا ويبدو ان فرنسا هي اللي ساهمت بشكل كبير في افشال تقسيم اسبانيا وكتالونيا وهي اللي ساهمت بشكل كبير في ان الولد اللي هو كان بيحاول ليطيح بامريكا ليفشل والواد برضو بتاع النمسا برضو تم رضعه والعالد يخد بلك العالد كلها هتلعب على وطر ايه على وطر تفكيك الاتحاد الاوروبي وده امل امريكي من زمان لكن الوقت الموضوع اطور يعني كان زمان امريكا تفكر في تفكيك الاتحاد الاوروبي عشان ما يحصلش تكتل وحد نفسهم في العالم ويفضلوا يبتزوا الدول الاوروبية كل دولة على حدة ده كان مخططا ما كلمتكم عنه من حواري خمس سنين مثلا او كده لكن الوقت بقى بعد الحرب الاوكرانية وبعد الصراع العالمي اللي هو بقى حامي لهذه الدرجة وبعد الوضع المتأزم في تايوان وخليق وبعد الوضع المتأزم للامريكان في هنا وهناك الموضوع تطور اكتر من كده ازاي يا ابو الابطال التطور اللي حاصل الوقت ان امريكا على ما يبدو في غرف المخابرات المظلمة لا تجد مشكلة في اوروبا الا فرنسا لماذا لانه زي ما انا قلت لك الوقت المسألة مسألة قوة وعفية يعني تقدر تدفع عن نفسك يبقى ليك القرارات ما تقدرش تدفع عن نفسك تعيش تحت الابتزاز فامريكا لما تنظر الى اوروبا هتلاقي فيها ثلاث قوة اساسية اللي هما ايطاليا وفرنسا والانجليز الانجليز طبعا دول معروفين ان هما سياستهم مع الامريكان على مدار التاريخ والصديق الوافي وانهم ما فيهمش اوفياء بس يقول الصديق المقرب للامريكان على يعني على مدار كم حقبة اللي فاتوا دول على الاقل خالص طيب الوقت الايطاليين الايطاليين دول تاريخيا معروف ان هما هيصني تبقى سيدي يعني بيخشوا للترجيح ولما يلاقوا حد بيتخنق خلاص يجوا عليه ويخنقوا بالاتفاق مع الشخص اللي هو كان عايز زق يعني عشان ينتصر فالخلاصة الايطاليين كمان موقعهم الجغرافي مش هيمكنهم ان هما يعرضوا الامريكان كتير وان هما ما عندهمش كمان مستعمرات كتير وانه يعني هما صح قوة نووية لكن ما همش في قوة فرنسا مثلا فالعقدة الاساسية في اوروبا الوقت هي فرنسا ولو الامريكان قدروا يخلصوا من فرنسا هيقدروا بالتالي يحولوا جميع الدول الاوروبية كلاب حراسة زي الدول العربية بتاع سايكس بيكو بالضبط طيب وامريكا يعني بتتحرك في هذا الاتجاه يعني اليوم فقط ليه لا ايا في الحقيقة اتحرك قبل كده لكن الايام اللي احنا فيها دي بقى حامية الوطيس يا ابو الابطال يعني امريكا شايفة ان هي مهزومة في غزة انا ما بقولكش اسرائيل المهزومة بس بقولك امريكا نفسها مهزومة واخد بالك من التعبير وشايفة كمان امريكا ان الصين سوف تغزو تايوان ويمكن الصين لا تحتاج لان هي تغزو تايوان ازاي الكلام ده بقولك في الفيديو مفصل بس بسرعة كده الصين ممكن تضيق على تايوان عسكريا بشكل كبير جدا بحيس ان هي تضغط على كلاب الحراسة اللي امريكا حطاهم هناك فهيقول لهم يا اما ان انتوا ترجعوا للوطن الام ونعملكم حكم ذاتي ونحترمكم ونصبطكم ونحميكم ونوكلكم يا اما لو ركبتوا دماغكم يبقى احنا هنخش بالقوة ومحدش هيقدر يحميكم ولكن لو دخلنا بالقوة هندبحكم كلكم زبح النعاق واكيد على هذه التهديدات مع الادارة في تايوان لان الادارة في تايوان لو اختنعت في نهاية المطاف بان الصين هتفترسها هتعمل هتمشي على قانون العصابة فهتغير ولاءها للصين مباشرة عموما ان شاء الله في الفيديو بتاعها هبقى وضحها بشكل اكثر فارجع للموضوع بتاع فرنسا الوقت مشكلة الامريكان زي ما قلت لك تايوان ومشكلة الامريكان كمان في غزة ومشكلة الامريكان العويصة واللي هي مرتبطة بالموضوع بتاع فرنسا هي اوكرانيا لي عم احمد هو اوكرانيا مالهى ما احنا سمعين انهم بيدهم سلاح واخدوا لهم من فلوس الروس وكده هم خدوا من فلوس الروس ودهم سلاح والموضوع لكله اوكيه لكن اللي امريكا عايزا يابو الشباب مش متحقق ايه هو اللي امريكا عايزا امريكا عايزا موجهة عسكرية حاسمة في اوكرانيا يعني مع الروس يعني عايزين يدعموا اوكرانيا بكل القوة الاوروبية ويخشوا في معركة خد بالك ثم خد بالك ان انا من ساعة ما الحرب بتاع اوكرانيا بدأت او بعدها بكم شهر كده قلت لك ان بوتين مش عايز يحسم بينما هو في الحقيقة يقدر يحسم وقلت لك مش عايز بوتين يحسم عشان خاطر عشان خاطر يطمن الدول الاوروبية ان هو مش هيتمدد ومش هيحرر اوكرانيا وبعدين يخش عليهم وكده ان هو عايز يقنع الاوروبيين ان هو مش هيعمل حاجة زي كده ده كان هدف بوتين طيب ليه لانه لو الاوروبيين شكوا في بوتين هيقفوا بكل قوتهم في اوكرانيا كأن النار بتحرق بيتهم هما بينما هما الوقتي ايه يعني بسبب السياسة بتاع بوتين دي خد بالك ان انا مش بمدح لك بوتين ده قاتل وسفاح هي في الحقيقة السياسة بتاع الصين يعني السياسة بتاع الصين اللي بوتين بينفزها هذه طمأنة الدول الاوروبية وطمأنة الدول الاوروبية دي عكس المصلحة الامريكية طب ليه عكس المصلحة الامريكية ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم ما هي عكس المصلحة الامريكية على ما يبدو ان في غرف المخابرات المظلمة الصين رفض كل الاختلاحات الامريكية والروس رفضين كل الاختلاحات الامريكية ومسألة طبيعية ان هم يرفضوها لانه هو اقصى اقصى حاجة تعملها امريكا هتعرض على الروس تقولهم انتو تاخدوا اوكرانيا زي ما كانت ومقابل ان امريكا تفضل محتفظة باسرائيل والشرق الاوسط وان على روسيا ان هي تنسحب من الغرب الافريقي او ان ما انسحبتش على الاقل مسألة التمكين للصهينة في الشرق الاوسط عشان قاطر لو حصل غادرة يقدروا يهددوا خط الامداد الروسي اللي ممكن يمشي في البحر المتوسط عشان يروح ليبيا ومنه لغرب افريقيا ده هيفكروا بهذه الطريقة فالوقت الصين يقولك او انا مستني ان امريكا تسمح لي ااخد تايوان هي كده بتدينيش حاجة اصلا ما انا كده كده هاخد تايوان يعني هم بحي يمنوا علينا فطبعا الصين هتحسب من احدا تقولك احنا مخدناش كده اي حاجة وبالتالي مسألة ان هم يدونا تايوان دي احنا ناخدها كده او كده الروس نفس الشيء هيقولك احنا اوكرانيا دي اصلا بتاعتنا وهم الروس بيقولوا كده بيقولوا ان اوكرانيا دي اصلا بتاعتهم ومع المزيع اللي عمل حوار مع بوتين خد يمكن 300 مليون مشاهدة في زمن قياسي قالوا الاوكرانيين اصلا روس وقاب له ادلة على الموضوع دوت وقال له تسأل الاوكرانيين وكذا ودخلوا في حوار زي كده فبصرف النظر الكلام ده صح ولا مش صح انا بكلمك انه من منظور الروس ان الاوكرانيين روس فيقولك انت هتدينا اوكرانيا اصلا هو احنا مستنيينك ام تأذلنا ان انت تدينا اوكرانيا وحتى لو انت اديتنا اوكرانيا نضمن ازاي ان انت مترجعش تنزعنا فيها مرة تانية فبالتالي تاني يقولك الله يبقى الامريكان هم بقى اللي اخدوا وهم اللي استفادوا واحنا كده كده الحاجات دي هناخدها هناخدها فبالتالي روسيا والصين هيبدأوا يزودوا مطالبهم يا ابو الابطال على الامريكان في غرف المقابرات المظلمة وبقولك الكلام ده استنتاجي ولازم تحط في اعتبارك انه كلام استنتاجي هيقول لهم الوقت في مشاكل انتو عملتوها انتو صرقتوا اموال العالم القديم كله وانتو سرقين مني نحن وطبعا هم مش هيبدأوا يتكلموا على كل حاجة انما هيبدأوا يغضوهم خطوة بخطوة ازاي ركز معايا يا ابو الشباب عشان الكلام الجاي مهم روسيا مثلا هتبدأ تطالب الغرب مش بالستمائة مليار اللي هم مجمدينهم الوقت دول ده لسه الغرب سرقوا من الاتحاد السوفيتي بين الالفين والتلات تلاف طن من مخزون الزهب بتاعهم ايام جربتشوف فدي الروس مش هينسوها وهتبقى محسوبة واقول لهم عايزين الذهب دوت ودي طبعا مصيبة امريكا مش هتقبل بيها لان انا قلت لك ان الدهب يعني اقتصاد والاقتصاد هو آلة عسكرية يعني باختصار كأن امريكا بتخفف من قدراتها العسكرية وبتزود روسيا بقدرات عسكرية لانه قلت لك الاقتصاد هو آلة عسكرية وبدون الاقتصاد مفيش عساكر مفيش انفق على العساكر مفيش انفق على السلاح مفيش انفق على المقابرات مفيش انفق على اي حاجة الدنيا كلها توقف يابو الابطال فطبعا الروسا بما يبدأ ويتكلموا في حاجات زي كده امريكا مش هترضى بطبيعة الحال وحتى لو رضيت تقول لك طب انا الوقت اديهم واضمن ازاي في المستقبل ان هما ما يجبوش طلبات جديدة واضمن ازاي في المستقبل ان هما يوفوا معايا ويبدأ ويظل الشك بينهم يقتل في هذا وذاك وتلك الصين هيبدأوا يطلبوا بالاستغلال اللي امريكا استغلتهم في موضوع السلع وموضوع البترول وموضوع مش عارف ايه وخبراء بقى وخبراء محاسبة وعملين لهم دفاتر وملفات من زمان وكده وفجأة تيجي الصين تلاقيهم بيطلبوهم مثلا بكذا تريليون والمصيبة الاكبر يا ابو الابطال بقى انه هيطلبوا كمان امريكا بان الفلوس اللي هما حطينها عند امريكا تتسحب والصين فعلا صحبت المبالغ مش قليلة لكن في حاجات كمان برا الموضوع يعني مثلا ايه تجد البيت اللي مبني في امريكا ممكن تلاقي ان المالك الحقيقي بتاعه واحد صيني والمالك ما يعرفش اصلا ان البيت ده بتاعه فشوف واصلة الحكاة دي واحد الوقت يقول لي زي الحكاة دي وقول له ما تطلعنيش للاقتصاد بقى يا ابو الابطال والخلاصة هو بيكون شاري اسهم في بنوك او اسهم في شركات او كده ومهوش داري ومش عارف الدنيا رايحة فيين وجاي يا منين انا استعرضت لك الشوية اللي فاتوا دول عشان ابين لك شيء في منتهى الاهمية ما هو هذا الشيء حبيت ابين لك بان هما يتفقوا شيء فيه استحالة وبالتالي مش هيبقى فيه غير الحسم العسكري بقى ما هما كده ده امن القوم يخايف عليه وده امن القوم يخايف عليه والدنيا هتخرف فوق دماغهم هما الاتنين يبقى ما فيش غير الحسم العسكري الحسم العسكري بالابطال امريكا متعودة ان هي تحارب بالوكالة يعني هي بتصدر حد معين يحارب لها وبعد كده هي تاخد الثمرة وما تاخد الثمرة تديه له شوية مثلا او كده لكن ان هي تحارب بنفسها دي هي امريكا مش غبية عشان تعمل حاجة زي كده لانها تتهالك والمجتمع الداخلي يتهالك والسياحة تخرب والصناعة تدهور وده مش عارف يحصل ايه وتبقى خطوط الامدادات بتاعتها مهددة وبالتالي خطوط التجارة كمان مهددة وتبقى مشاكل كثير فهي مسكة بتلبيب العالم من زمان وعما لا تحرك في العالم زي ما هي عايزة فهي مش مستعدة ان هي تحارب ايه حرب عسكرية فتعمل ازاي عشان هقولك بقى هتعمل ازاي تعرف بقى الكلام اللي جاي ده بقى مربوط بالصراع في فرنسا يعني الصراع في فرنسا مش هو الصراع بين الودي اللي انا حكيت لك عليه ده هو بغدلة وبين ماكرون ولا هو موضوع ان هم حلوا مجلس الشعب ودخلين على انتخابات مبكرة مش هذا هو الصراع الحقيقي الصراع الحقيقي هو التفكيك ومحاولة ازاحة ماكرون قدر المستطاع وتدمير فرنسا او عمل فيها خلاقل ان استطاعوا طبعا فيه ناس كتيرة تقولك ايوه خلي فرنسا تتدمر ما يا عدوة المسلمين اقولك ما هي عدوة المسلمين ما قلناش حاجة لكن الوقت فرنسا دي عاملة زي كلب مسعور عد المسلمين الف مرة ولما جاء الدور انه هو يعد اعداء المسلمين انت هتفرح بقى ان الكلب مات بالابطال لا ده احنا عايزين الكلب ده يوعد شوية لان لو ما قعدش هتقوم حرب عالمية بمعنى الكلمة والمخطط الامريكي هيحصل خليني اكمل لك الفيديو عشان الكلام اللي هقولولك بقى مرتبط ايه بالاحداث الحقيقية اللي في فرنسا زي ما قلت لك في بداية الفيديو ان فرنسا هي العقبة الوحيدة امام امريكا في اوروبا وقلت لك سبب الايطاليين او موقف الايطاليين وقلت لك موقف الانجليز وقلت لك الدولة الوحيدة اللي بامكانها ان هي تعارض امريكا في اوروبا هي فرنسا بسبب ان هي تملك القوة العسكرية والوقتي واحد يقول لي طب الاقتصاد والاقتصاد ضعيف وكده اقول لك الكلام ده في نظر لانه اصلا فرنسا يعني سرقت كثير جدا من العالم الاسلامي طبعا مش من الجزائر لوحديها الجزائر والمغرب ومورتانيا وقوة افريقيا من قوة وكده كانوا نهبين العالم يا راجل ومع ذلك يا ابو الابطال يعني اقول لك لو احتاجوا دفعة اقتصادية شوية فتأكد ان الروس والصين هيساعدوها اقتصاديا حتى بقروض حتى بقروض بدون فوائد حتى بمنح ممكن لماذا هم بتوع الصدقات اقول لك مش بتوع الصدقات ما فيش شيء مقابل لشيء حط في دماغك الموضوع ده ومال عشان ايه هو باختصار عشان يتجنبوا الحرب العالمية المصغرة او الحرب الاخليمية الكبرى الا امريكا بتخطط لها عشان توقع الروس والصين من ناحية مع الكتلة الاوروبية من ناحية التانية في حرب اقليمية عظمة او حرب ايه او حرب عالمية مصغرة دي هي مؤامرة الامريكان اللي هم اصلا من ساعة موضوع اوكرانيا وهم شغلين ايه عليها طب هم شغلين عليها من ساعة موضوع اوكرانيا لحد الوقت ما نجحتش ما نجحتش ما نقولك بسبب طباطق بوتين واخد التعليمات من الصين والعملية مش نكحة لكن الوقت امريكا هتبدأ تهدد بقى بعقوبات اقتصادية بمش عارف ايه كذا لكن العقوبات الاقتصادية اللي امريكا هتهدد بيها ممكن قلت لك لها احلول مع الصين والروس والروس على فكرة دولة غنية جدا مش دولة فقيرة زي ما الناس متخيلها ده مش موضوع الوقت والصين طبعا غنية عن التعريف فالخلاصة هم الصين والروس ووسط اوروبا بما فيهم فرنسا لحد الغرب كده يعني لحد اوائل الغرب لحد فرنسا وطبعا هيجا وراها كمان في اقصى الغرب اسبانيا والبرتغال وفي الشمال من فوق كمان على الدول الاسكندنافية كل ده مش هيبقى عايز حرب اللي عايز حرب يا ابو الابطال في يعني في المقدمة هم الامريكان والانجليز ماشيين مع الامريكان خطوة بخطوة طب ده عايز حرب وده مش عايز حرب يبقى ايه اللي يحصل اللي يحصل اللي عنده القوة هو اللي يفرض الواقع والقوة هنا ممكن تكون عقوبات وضغطات ومش عارفية امور زي كده بس لازم تحميها قوة عسكرية في نهاية المطاف عشان كده يا ابو الابطال اوروبا محتاجة لفرنسا الوقت واحد يقول لي يا كابت اللطيف ده في مشاكل وتهديدات جمدة بين روسيا وبين فرنسا اقول لك كل الجعجعة الاعلامية هذه هي شيء والواقع شيء تاني الواقع تقدر تعرفه من مصالح الاطراف اللي هي في الموضوع فمن المنطق ان احنا نقول ان روسيا منها شيء يعني مصلحة في ان هي تخش في حرب مع الغرب الاوروبي ومن المنطق كمان نقول ان اوروبا سواء الوسط او سواء حتى الغرب باستثناء بريطانيا ما لهمش مصلحة ان هما يخشوا في صراع مع من في صراع مع الروس وصراع عسكري والثمرة لا هتروح لهذا ولا لذاك يعني المنتصر هو هيبقى منتصر بالاسم بس انما في حقيقة الامر ثمرة النصر كلها هتروح للامريكان اللي هما حربوا بالوكالة وقلت لك يعني المخطط اللي هما بيحاولوا يعملوا مع فرنسا الوقتي ازاحة ماكرون وبعدين عمل اضطرابات في فرنسا وبعدين تأجيج الحرب وقبل ما فرنسا تستقر اللي يحصل ايه تحصل حرب شعواء في اوروبا وفرنسا يكون مش قادرة تعمل حاجة لان انا قلت لك لو فرنسا سقطت او تم تحييدها ولو لبضع اشعر فقط امريكا هتنفرد بوسط اوروبا وهتأوم الحرب اللي انا بقول لك عليها ده هو خلاصة الموضوع ودي المسألة اللي اراها وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم